الدرب الذي لعب من دون جمهور كان الاتحاد يريده بالثلاث لتنافس على اللقب والملودية لمواصلة النتائج الإيجابية والمواجهة كانت في اتجاه واحد وضيع الاتحاد نقاطها بفعل تضيع الفرص من قبل فرحات وبليل والزملاء فكانت أخطر الفرص في الدقيقة الثالثة عشر وكانت العارضة الأفقية المانعة أمام فرحات زين الدين ثم بليل الذي ضيع وجها لوجه أمام الحار الشوشي الذي أنقذ مرمى في العديد من المرات هجوم المولودية لم يظهر شيئا في المرحلة الأولى لكن حملات الاتحاد تواصلت والشوشي كان المنقض خاصة أمام بن موسى الذي تلقى كرة ذكية من بليل في الدقيقة السابعة والخمسين المولودية وصلت إلى الشباك لكن بالتسلل وانتهى اللقاء لصالح الاتحاد بالسيطرة غير أن النقاط تقاسمها الفريقان هذا النقطة لم يكن أتخذ منها لا يمكننا العليناه نقدر أن نقروا مات ونخصونا غلي بيت واذا سنقول لك الحمد لله يا ربي سيفري أن يربي بلد جمهور ما وش قاعد يربي هدايا هذه النقطة تساعدنا ونحمد لله اللعبين كانوا في المستوى الدولة اليوم وكلما يقول لك احنا نخصنا للمساة على الأنصى المولودية وما فيه تنقلب بقوة وإن شاء الله بناء قدام كما يقول لك يعرفوا كيفاش يوصوا مع الشعب بتاع الاتفيرس إن شاء الله نكونوا في الموعد